من كام يوم كتبت تويتا مش عاف حالك شفتها ولا انه قلت انه فريرة مهم الكورة ما سيت استفيد من مدارب زي فريرة زي ما استفيد من اجانب كتير مفهود نستفيد منهم الاستفادة القصوى الراجل ده يجي يتعمل له سيشان ويتعمل له دراسات يعني الناس تدرس معي مداربين صغيرين يشتهلوا معي وكاتبت تويتا كده يعني عشان انا بس كان تصوري كده في الكيروش وكان تصوري كده في مانو الجوزي الاسماء الكبير عندها خبرات وفجأة لقيت الدنيا قامت علي وانت ما قلتش كده ليه على موسيماني طيب يا جماعة الراجل ده اكاديمي اصلا ده راجل بيدرس اساسا هو راجل اساسا بيدرس وخبراته اكبر اكيد من موسيماني فحجم السنين فتحطت المقارنة على طول وانت ما حطتهاش يعني انت ما قلتش مثلا ان فريرة احسن من موسيماني طيب بص فريرة مثلا مثلا مدرب ما عندوش بكرة فقط عن الكورة بس من يوم ما جيه اربعة مارس للزمالك واللي عملوا مع الزمالك والكورة اللي لعبها نادي الزمالك يقول على المدرب ده السنة دي النهاردة عبقاري عبقاري هايل ماشي اقول عليهم ما بيفهمش اقول عليهم ما ينفعش لا بصوا لمشتر الزمالك شوف الزمالك لعب ازاي شوف الزمالك اداءه الجماعي اتطور ازاي وتبقى من الظروف كمان شوف الزمالك الزمن الفردية في وجود بن شرقي المبدع اتغير مع فريلا ومع الفرقة اللي لعبت معاه بأداء جماعي جميل وتكتيكيا على اعلى مستوى نسبيا ما بقولش ليفر بول لكن مقارنة بالحالة بتاعة الدوري المصري كله عقول عليه وحش لا موسيماني لما جاه انا شوفت ان ده قرار ما اعملوش للنادي الاهلي في مخاطرة كبيرة وشجاعة ورؤية ومبادرة ما اعملش ده للأهلي انك تجيب مدرب من جنوب افريقيا تخليه يمسك الفريق بتاعك قياسا على تجربه مع فرق معاه موسيماني جاب كم بطولة لنادي الاهلي بطولة بالجملة كم اثنين افريقيا وطنين برونزيكا جاب بطولة جاب بطولة لكن اداء النادي الاهلي تراجع في النص التاني او يعني في السنة الاخيرة في موجود موسيماني واداء النادي الاهلي دارة المباراة اذا كان الفرقة بتعاني من الاجهاد انا بقول هذا جزء يتحمل مسئليته موسيماني هنا موسيماني يلام على بعض الصغارات وبعض السلبيات في اقدرته لكرة القدم في نادي الاهلي في الوقت ده صح طب ده شيء طبيعي صحيح هو ميرينيو مش بيعد عندي ناس بتشوفنا دلوقتي واحد من اعظم المداربين في العالم بالنسبة لي اعظم بالنسبة لك انت كمان بالنسبة لي انا مش اعظم طبعا ياسي كرة لان الراجل ده بقى واخد بطولة اوروبية مش عارف اربعة دول ولا خمس دول مع بورتو مع انتر يعني دولة دولة اوروبا الواحدة واخد بطولات اوروبية مع كذا نادي وهو مدرب كبير لكن انا مش بقرنه بجوارديو ولا بقرنه بيورجون كلوب لان انا فلسفتي مش فلسفتي يعني حب للكرة حب للكرة بيقوم على فكرة الابداع انت كل ما مدرب بيعمل افداع ويعمل حاجة حلوة وعلى فكرة في التاريخ مش انا اللي بقول اعظم خمس مدربين هم المبدعين من اول ميكلز مدرب باياكس ومهولندا ليورجون كلوب لساكي لجوارديولا يعني طبع يعني انا بحب الابداع والناس العالم كله بيقدر هذا الابداع يعني بحب